بيراقدار هي طائرة مسيرة تركية لعبت دورا بارزا في مجرى العديد من النزاعات الإقليمية من سوريا إلى ليبيا في إثيوبيا وأوكرانيا كذلك ساعدت في ناجورني قارباخ في أذربيجان ساعدت على هزيمة القوات الأرمانية على استعادة مساحات شاسعة من الأراضي في حرب العام 2020 وفي العام الماضي بدأت حكومة كياب في استلام الطائرات بدون طيار من طراز بيراقدار تي بي 2 من تركيا واستخدمتها للمرة الأولى في منطقة الدونباس شرق البلاد كما لعبت تلك الطائرة دورا بارزا بنا هجوم قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر على العاصمة ثرابلوس في العام 2019 وكانت تركيا قد مدت حكومة الوفاق الليبية السابقة بالأسلحة ومنها مسيرات بيراقدار كذلك نشرت الحكومة أنذاك العديد من اللقطات المصورة لاستهداف أرتال قوات حفتر وخطوط الإمداد وأيضا في شمال سوريا كثيرا ما تعول القوات التركية على طائرات بيراقدار أو طائرات بيراقدار التي لعبت دورا في عملياتها العسكرية منذ العام 2016 والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على مناطق حدودية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر